تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وقد رافق جلالة الملك المفدى خلال الزيارة مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي واسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وخلال الزيارة اطلع جلالته أيده الله على الإسامات والجهود الصحية الكبيرة والسامية التي تقوم بها قوة دفاع البحرين لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس الذي يتعرض له العالم بأسره وقد أعرب جلالة الملك المفدى أيده الله عن شكره وتقديره لقوة دفاع البحرين على هذه المساهمة النبيلة وجاهزية الخدمات الطبية بتوفير المنشآت الطبية المجهزة بأحدث المستلزمات الصحية للفحص والعلاج والتدابير الوقائية من خلال كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة للوقاية من تفشي هذا الفيروس مؤكدا رعاه الله أن الوضع الصحي في البحرين بحمد الله مطمئن وأننا نشهد خروج الكثير من الحالات مواطنين ومقيمين من الحجر الصحي الاحترازي الذين تم فحصهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وعودتهم إلى منازلهم سالمين معافين شاكرا رعاه الله الحملة الوطنية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجميع العاملين فيها وكافة الطواقم الطبية والإدارية على الجهود الإنسانية الحثيثة والمثمرة والتي هي موضع التقدير والإشادة من الجميع وأضاف أيده الله أن ما يتحقق من إجراءات مميزة لمواجهة هذا الفيروس يدعمه تعاون أهل البحرين جميعا وهو نابع من وعيهم وتحضرهم وتكاتفهم جميعا والذي جبلوا عليه في مثل هذه الظروف حيث تجاوزت البحرين عبر تاريخها بعض الأوبئة بفضل تكاتف وتكافل وتمسك مواطنينها الكرام وتوفير الخدمات الطبية والعناية الصحية اللازمة مقدرا جلالته أيده الله لقوة دفاع البحرين إسهاماتها النبيلة في العديد من الجوانب الإنسانية السامية إضافة إلى قيامها بواجبها الوطني الرئيسي للدفاع عن الوطن وحماية مسيرته المباركة بكل شجاعة وإخلاص متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح ولوطننا العزيز استمرار الرقي والاستهار لطالما كان الاهتمام بالرعاية الصحية من أبرز مقومات النجاح للدول والمجتمعات وقد سعت البحرين منذ تأسيس الدولة إلى بناء منظومة صحية متكاملة ومتقدمة بدأت مشوارها منذ بدايات القرن الماضي وتراكمت فيها التجارب والخبرات حتى باتت في مصاف الدول المتقدمة صحيا ووقائيا على مستوى المنطقة تمكنت على إثرها من مكافحة العديد من الأمراض والأوبئة الخطيرة التي واجهت المنطقة وتفاعلا مع ما تواجهه دول العالم اليوم من انتشار الفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم تكافح مملكة البحرين انتشار هذا المرض داخل أراضيها وفق إجراءات وتدابير احترازية متقدمة تقوم على خبرات مشهودة وكفاءات وطنية عالية يسندها تقدم تكنولوجي طبي وخدمات صحية وصروح طبية عديدة تغطي جميع محافظات المملكة وتقدم خدمات صحية مجانية لأبناء البحرين وفق معايير متميزة فهذه المنظومة الصحية الوطنية التي تنعم بها مملكة البحرين لطالما كانت محط اهتمام ورعاية ودعم مستمر من القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه والذي لطالما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لجعل أمن المواطن وسلامته على رأس أولويات المملكة فقد شيدت البحرين عددا من الصروح الوطنية الصحية ذات الكفاءة الطبية العالية والخبرات الوطنية الماهرة التي عملت على إثراء القطاع الصحي في المملكة إلى جانب العديد من المراكز الصحية المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة وتسندها عدد من المرافق الصحية المتقدمة في القطاع الخاص والتي تهدف جميعها إلى توفير أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار ومن منطلق هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد المفدى أيده الله للقطاع الصحي في البحرين وما يملكه مجتمعنا من كفاءات وطنية محترفة وتكاتف مجتمعي كبير تمكنت البحرين سابقا من تجاوز العديد من الأزمات الصحية عبر السنوات الماضية وستتمكن كذلك من تجاوز هذا التحدي الذي يتعرض له العالم بأسره بعون الله وبتكاتف أبناء البحرين حول راية الوطن وقيادة مليكه المفدى والعمل يدا بيد من أجل منع تفشي الفيروس وتضافر الجهود الوطنية في مختلف المجالات بمتابعة مباشرة وتوجيهات سديدة من قبل سيد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين